هل تقلب كياف الكفة لصالحها؟ سؤال بات يفرض نفسه في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها ساحات القتال الأوكرانية الجيش الأوكراني تمكن بالفعل من استعادة خرسون الاستراتيجية وتفيد تقارير إعلامية عدة بأنه ماضي الآن في درب تحقيق إنجاز عسكري جديد على جبهة أخرى إذ تستعد قياداته لنقل أكثر من أربعين ألف جندي من محور خرسون باتجاه محور زابوريجيا وخطوط التماسي المحيطة به عملية يرجح مراقبون أن تستغرق نحو أسبوعين وستليها وفقا للتقديرات اشتباكات ضارية مع الجانب الروسي وفيما يخطط الأوكرانيون للخطوات التي سيتخذونها بعد انتزاعهم الفوز في معركة خرسون تواصل موسكو مساعيها للسيطرة على أكبر عدد من المناطق جنوب الشرقية أوكرانيا فقد أعرنت وزارة الدفاع الروسية إحكام قبضتها على بدلت مايوريسك في مقاطعة دونتسك كما أشارت إلى أن المعاركة مستمرة على محاور ليمان كراسنو ليمان وكشفت أنها تمكنت من تدمير مخازن للأسلحة وثلاثة أنظمة مدفعية أمريكية على محور زابوريجيا كما نجحت في إحباط محاولات هجمات أوكرانية على محور كوبيانيسك في لوغانسك ونظرا لمواصلة القوات الروسية تحركتها على محاور عدة يرى محللون أن خسارة خرسون قد لا تحسم المواجهة مثل ما كان يتوقع البعض وهذا ما أكده وزير الدفاع البريطاني الذي يرى أن الكرة حاليا في ملعب كييف لكنها لن تحقق أي تغيير إذا لم تبادر بالتحرك أعتقد أن الأمر يرجع الآن للأوكرانيين ليروا كيف ومتى يريدون التفاوض مع روسيا كييف سترغب في القيام بذلك عندما تصبح في موقع قوة وحاليا زخم الحرب صالحها لذا لا أرى لما لم تقدم معد على هذه الخطوة وبالرغم من إشادة وزير الدفاع البريطاني بالتقدم الذي حققه الأوكرانيون حتى الآن إلا أنه استبعد انسحاب روسيا من خرسون التي أخضعتها لسيادتها مؤخرا واعتبر أن موسكو ما زالت بعيدة عن الاستسلام مشيرا إلى أن من الصعب التنبؤ بتحركاتها الآن وهذا ما يشهد له التاريخ على حد قوله وكمثال على ذلك أشار إلى خطط روسيا تطبيق نظام إلزامي للتدريب العسكري في المدارس قبل التجنيد وهي معلومات كشفت عنها الاستخبارات البريطانية حديثا اشتركوا في القناة